ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد طبعا الكتاب في أكتر من الموضوع قال إن السماء والأرض تزولان حتى المسيح نفسه قال كده ومعلمنا بطرس في رسالته قال إن السماء تحترق وإيبقى كل الكون المادي اللي احنا شايفينه هي انتهى علميا العلماء بيقولوا كده بيقولوا إن الكون بدأ من انفجار عظيم اسمه بيك بانج والانفجار ده كان بدايته مدى أدراس الدبوس لما انفجرت بعترت في الكون وأنشأت الكون اللي موجود ده فأعمالين هم بيشوفوا بالمناظير وبالحسابات بتاعتهم بيشوفوا إن الكون بيتمدد وعدين قالوا ما قالوا في النهاية إنه هيفنها ويرجع تاني فتفوتها اللي هي رسدها ببوزدين ده العلماء بيقولوا كده وده يتناسب مع الكتاب المقدس الحاجة الوحيدة بس العلماء مش بيقولوها إن العمل الانفجار ده هو أشرف عليه ونظمه الله هم بيقولوا لأ كده دي صدفة لكن إحنا ما نقدرش نعارض العلم في حتة إنه هو بيفترض أن نشأة الكون من انفجار عظيم لكن بنزود عليها طب مين العمل ومين الخلق المادة ومين اللي نظم الانفجار عشان يعمل كواكب ويعمل كون ومين وضع الحياة ومين نظم الطبيعة ومين عمل قوانين دي بقى إحنا بنعرف في ندرب بنا وبالتالي العلم بيقيد إن سماء والأرض هتزول السماء يقصد بيها اللي احنا شايفانها بعنين اللي فيها الطيور وفيها السحاب والغلاف الجوي وما وراء الغلاف الجوي والفضاء كل دي اسمها السماء بالنسبة لنا لكن هيبقى فيه سماء جديدة وأرض جديدة يسموه زمن التجديد الأولى مضت انتهت البحر لا يوجد ليه يركز على البحر لأن البحر بيمثل التقلبات والغلق ويمثل أيضا البعد لأن ممكن القارات يفصلها عن بعضيها بحار ومحيطات فيمثل البعد إن احنا بنبعد عن بعض ونكره بعض يبقى فيه خصومات ده ينتهي ده ينتهي بس الارض الجديدة يا سيدنا يعني الناس ما تفهمش ان ارض زي اللي احنا عايشين عليها كوكل الارض بقى فيه حاجة جديدة يعني حاجة جديدة خالص اللي هي قال عنه معلمنا بولس ما لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان حاجة جديدة خالص ما نتخيلهاش من جمالها ومن طبيعتها غير اللي احنا اختبرناه في خبرة البشرية شايفين ارض وشايفين سماء حاجة جديدة بقى شكرا شكرا شكرا